اليوم سيد سامح شكري بيصرح لإحدى الفضائيات بأن الوضع في منتهى الخطورة وهذا بيعني في تقديري أن المفاوضات فشلت وربما لم يعد للمفاوضات أي قيمة خلال المرحلة القادمة ربما يفتح الباب هذا الفشل بيفتح الباب أمام سيناريوهات أخرى هذه السنوات الأخرى بالتأكيد ليست في الفضاء الخارجي وإنما هذه المفاوضات الأخرى مرسومة ومدروسة ومعدة وجاهزة للانطلاق في أي وقت لأن دولة بحجم مصر وإمكانيات مصر ودولة بحجم السودان وإمكانيات السودان الأفريقية كلاهما معا لا يمكن أن يقف متفرجين على ما يجري من الجانب الإثيوبي بالتأكيد اليوم تبعت أيضا تصريحات الدكتورة مريم المهدي وزيرة خارجية في السودان وهي تصرح للجانب الإثيوبي بأنه أنتم فخختم المباحثات والمفاوضات وبأن السودان بيستشعر الخطر على أمنه المائي وعلى مستقبله وبأن السودان ستراجع القرارات التي تخص التعاون بين الخرطومة أديسة بابا وطلبت السودان رسميا من الأمم المتحدة سحب الجنود الإثيوبيين المشاركين في قوات حفظ السلام في مدينة أبياي بين السودان وبين جنوب السودان نظرا لأنه كما تقول وزير الخارجية السودانية أن الجنود الإثيوبيين خطر على الأمن القوم السوداني وبأن السودان ستتخذ سلسلة وحزمة من القرارات المؤلمة للجانب الإثيوبي فيما خص التعاون والعلاقات بين الجانبين وهناك لجنة وزرية برئاسة عبدالله الحمدوك رئيس الوزراء ستعكف على وضع هذه الحزمة من الإجراءات المناوئة للدولة الإثيوبية إعقابا لها على ما تقوم به من عملية تطوير المفاوضات ووصولها إلى حفة الهوية بما يدعم فكرة الاصطدام التي تحاول مصر والسودان أن تتلافاها خلال الفترات الماضية إذن نحن أمام موقف مرتبك مشتبك أمام عملية تفقيخ للمفاوضات من الجانب الإثيوبي إثيوبيا تبقى للبان المصري جاءت كلمة رفض ومفرد رفض ثلاثة مرات متتالية أو أربعة مرات متتالية كلما عرضت مصر والسودان مقترحا على الجانب الإثيوبي يقابل هذا المقترح بالرفض كلما عرضت مصر والسودان مقترحا للخروج من أي أزمة داخل على مئة المفاوضات يتفاجأ الجميع بأن الإثيوبي ترفض لا تقدم إلا رفض ولا تفهم إلا رفض ولا تفهم إلا مراوغة في كل أحوال نحن لسنا في معركة كلامية لسنا في معركة كلامية ولسنا في مرحلة تهديد وإنما نحن في مرحلة خطيرة لغاية وصلنا إلى مرحلة في غاية الخطورة في منتهى الخطورة قلنا مرارا وقلنا وكررنا هنا في أكثر من مناسبة بأن مياه مصر خط أحمر رئيس مصر أعلن أن مياه مصر خط أحمر لن تتأثر حصة مصر من المياه تحت أي ضرف لن يكون هناك قبول مصري لأي طرد لإجراءات على الواقع دون أن يكون هناك اتفاقات ملزمة وقانونية لكل الأطراف مصر السودان الآن في خندق واحد لأنه كما نعلم في حالة الملء الثاني ستتحول السودان إلى دولة تحت وطأة أي إجراء إثيوبي يعني ستتحول المياه المخزنة أمام السد والتي تصل إلى 18 مليار متر مكعب من المياه إلى قنبلة موقوطة يتم تفخيخها وتفجيرها في الوقت الذي تريده إثيوبيا وتتحول السودان إلى رب فعل لأي أفعال إثيوبية وهذه القنبلة المائية ربما تغرق السودان في أقل من ساعات لذلك الوضع خطير ربما المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات الأمامية والاتحاد الأفريقي الجميع لا يعي ربما ولا يقف ربما على حدود الكارثة وتداعيات الكارثة لا يمكن أن نقف كدولتين عندنا 160 مليون بهذا الشكل دون أن يكون هناك تحر